مشاهدين ولمعرفة تفاصيل أكثر حول زيارة السوداني وأيضا علاقات العراق بمحيطه العربي والأقليمي ينضم معنا المحللة السياسية الدكتور صلاح بوشي مرحبا بك معنا زيارة السوداني إلى المملكة الهاشمية الأردنية وهي الزيارة له الأولى بعد تسنمه المنصب كيف ترى التوقيت وهل العراق يجدد التزاماته مع الأردن؟ تفضل نعم مساء الخير عليك وعلى الجمهور الكريم بالتأكيد اليوم الدولة العراقية حريصة على ديمومة استمرار العلاقات بالمستوى العربي وربما قد يبدأ بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم السيد السوداني في أول خطواته وربما قد تكون الزيارة الأولى الرسمية خارج الحدود العراقية التي يسعى من خلالها هو فتح البوابة الدولية والإقليمية مع حكومة السيد السوداني على اعتبارها تمتلك الصلاحية السياسية قبل الصلاحية التنفيذية وأن دارة الدولة السياسية الحالية هي دولة إدارة مجتمعة وبالتالي يمتلك السيد السوداني التفويض في الحوار والتبادل والتعاون مع المحيط العربي والمحيط الإقليمي وبالتالي قد تكون هذه أولى الخطوات الإيجابية أو ربما هي الاستعداد الأول لحكومة السيد السوداني أن يتعامل مع الملفات الخارجية ما الذي يمكن أن تقدم هذه الزيارة من نواحي إيجابية على صعيد العراق وحتى هذه البلدان وأيضا هل سيتي أيضا استكمالا لما تعهدت به الحكومة السابقة وأنا هنا تحدث أيضا عن التحالف الثلاثي للعراق مع مصر والأردن يعني كثير من الأسباب المهمة لزيارة السيد السوداني للمملكة الأردنية الهاشمية أولا لدي ممة العلاقات الإيجابية وهذا دور السلطة التنفيذية أن تكمل ما صنع مستوى من العلاقات الإيجابية ما بين بغداد وعمان وأعتقد سيد السوداني سيستطيع بهذه الزيارة الأولى إلى مناقشة أو ربما حسم كثير من القضايا ربما قد يكون في الحكومات السابقة كانت هناك محاور عديدة لكن سيد السوداني سيختصر على الأهم منها التي عدت لها اتفاقات سابقة مع المملكة الأردنية الهاشمية وخصوصا قد ربما يكون الشغل الشاغل أو المحور الأهم في هذه الزيارة هو الاستعداد لإعادة اجتماع مؤتمر بغداد لتعاون والشراك الذي سيقد فيه عمان وبالتالي هناك تحضيرات ما بين السلطة الأردنية والسلطة العراقية استعداد ذلك الأمر حتى على الأقل يكون هناك اكتمال لهذا المشهد طيب يعني الزيارة الأولى للسوداني للأردن بعد تصنمه المنصب وبعد ذلك سيزور فرنسا والكويت نحن لدينا علاقات مع فرنسا بخصوص الملف الأمني ولدينا ملفات معقدة مع الجانب الكويتي منها الحدود البحرية هل سيتم حل هذه الملفات؟ يعني الأعتقد اليوم من المهام الدولة العراقية كمهام مؤسساتية ومنها السلطة التنفيذية التي تعد الواجهة الحقيقية للنظام السياسي هو عملية المحافظة على الاستقرار الأمني وتبادل الأمني بالمحيط الإقليمي أو بالمحيط العرب والمحيط الدولي وبالتالي هناك أولويات أمام السيد السوداني في عملية تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في القضايا الأمنية وإنما في القضايا استقرار الأمن القومي ومنها الاقتصادي ومنها توفير الحاجة الاقتصادية للدولة العراقية نعم هناك سعي للحكومة الحالية باعتبار أنها حكومة تمثل إرادة سياسية مجتمعة وهذا تعتبر التجربة الأولى في المواسم السياسية العراقية أن اتلاف إدارة الدولة مفوضة سيد السوداني من جميع القوى السياسية وبالتالي قد تكون السيد السوداني يمتلك الإرادة السياسية والسيادية والتنفيذية وبالتالي سيسعى لتحقيق أهم الخطوات أو الحاجات التي تحتاجها الدولة العراقية طيب أيضا بالحديث عن مثلا إيران وتركيا هل ستكون هناك علاقات متميزة وهل سيناقش السوداني جانب القصف المتكرر لهاتين الدولتين على أقليم كردستان يعني بالتأكيد الشأن العام للدولة العراقية هي ملزمة السلطة التنفيذية أن تتحاور أو تتبادل وعلى الأقل تقوم بعملية البحث حتى لا يكون هناك استمرار لذلك التدخل استقرار الوضع السياسي من المهام المهمة للسلطة التنفيذية هناك شراكة ما بين المنظومة الدولية والإقليمية وأيضا هذه العلاقة يجب أن يكون فيها حدود وهو الحفاظ على السيادة وحفاظ على مصلحة إدارة الدولة وبالتالي اليوم السلطة التنفيذية ستسعى من هذه الزيارة إقليميا عربيا دوليا وهي رسالة لكل من له مصلحة في الدولة العراقية نقصد المصلحة الإيجابية هو الاستقرار للنظام السياسي كل الخطوات أمام السلطة التنفيذية هو أن نحقق مصلحة الشعب ومصلحة نظامنا السياسي ونجاح السلطة التنفيذية والمؤسساتية أيضا فيما يخص علاقات العراق مع واشنطن تقريبا هو سابع اجتماع مع السفيرة الأمريكية في العراق رومانسكي مع السوداني طبعا كيف ترى تحرك السوداني إلى واشنطن؟ وهل هذا يؤكد أنه استقرار العلاقة بين العراق وواشنطن؟ وأنا هنا أتحدث بالتحديد عن التفاقية الاستراتيجية مع واشنطن؟ الدولة العراقية هي ملتزمة من جانبها مع محاور الخطط الستراتيجية والاتفاقات الستراتيجية ما بين بغداد وواشنطن وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية دائما تسعى لتنفيذ تلك الخطوات وأعتقد اليوم الجانب العراقي نفذ كل الالتزامات بهذه الخطة ويعزز أو يحاول العراق من خلال السلطة التنفيذية ويعزز إيقاف الموقف في التدخل للولايات المتحدة الأمريكية إلا فقط ما تم الاتفاق عليه ما بين بغداد وأعتقد السيد السوداني سيطبق عملية حصر التعامل الستراتيجي ما بين واشنطن وبغداد وفق السياقات الاتفاق وبنود القطة الستراتيجية والاتفاق الستراتيجي لا يمكن أن يكون لدينا ترك مساحة للولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاوض خارج الاتفاقات الموجودة وبالتالي هذا هو حفاظ على السيادة أيضاً ولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماعات الأخيرة قبل مغادرة السيد السوداني للجارة الأردن انتحث أو تحاول التوصية إلى إقامة مؤتمر بغداد للدورة الثانية في عمان لأعتقد أن هناك مصلحة ستراتيجية لولايات المتحدة هو تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال ذلك المؤتمر وذلك الاجتماع المحلل السياسي الدكتور صلاح أبوشي شكراً لنظمك معنا اشتركوا في القناة